موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من إضاءات ثقافية بدخول الإسلام إلى الجزائر ظهر الأثر الكبير العميق للإسلام في مناح كثيرة في الإنسان الجزائري في العقيدة والفكر في الثقافة وكذلك في السلوك اليوم سنتحدث عن المؤثرات الفنية الإسلامية في الآثار الجزائرية في العمران وفي الأشياء الأخرى كالأواني كالالبيسة كالحلي والجواهر من أجل نقاش مفيد مثمر في هذا الأمر معنا اليوم الدكتورة الدكتورة عائشة حنفي السادة الدكتورة عائشة حنفي أستاذة الآثار في جامعة بوزريعة أهلا وسلام بك أهلا بك ومعنا أستاذ محمد طيب دكتور محمد طيب عقاب هو أيضا أستاذ في معهد الآثار في بوزريعة أهلا وسلام بكما شكرا بداية معنى الآثار الإسلامية في الجزائر كيف يمكن أن نتحدث عنها؟ ما هي هذه الأشياء؟ دكتورة حنفي بسم الله الرحمن الرحيم أشكرك على الاستدعاء عندما نتحدث عن الآثار الإسلامية هي الآثار التي بدأت مع ما خلفه الإنسان الجزائري في الفترة الإسلامية بمعنى منذ دخول إسلامي إلى الجزائر إلى وقتنا الحالي والحضارة الإسلامية أو الجزائري كان له يد أو دور كبير في بناء هذه الحضارة بما خلفته أياد هذه المسلمين في فترات متعددة في الجزائر يعني هناك فترات تاريخية عرفتها الجزائر وكل فترة فيها مخلفات أثرية جيدة وكبيرة وشيقة أستاذ وفيها الكثير من المعلومات التاريخية ومن خلالها تمكننا من معرفة تاريخ الجزائر في هذه الفترة الكبيرة أستاذ أقب ممكن نتحدث عن بداية الآثار العمران مثلاً بدخول الإسلام مثلاً في سيد عقبا في هذه النواحي ممكن جداً ولكن أستسمحكم إذا كان سمحتم أود أن أبدأ من البداية يعني من دخول الإسلام إلى هذه الربوع إلى بلادنا بضنب ولن يمكن القول بأن الأهالي بأن الجزائريين والأهالي بصفة عاما قبلوا الإسلام عن قناعة وبذلك حفظوا الإسلام حفظاً تاماً من خلال ما سجلوه بالأمازيغية يعني باللسان الأمازيغي حتى يفهموا الإسلام جيداً قبل أن ينتقلوا إلى الحضارة الإسلامية وبطبيعة الحال بهذه الطريقة توسم الناس في الإسلام خيراً وأقاموا مجتمعاً نزيهاً صافياً حتى أن السكان أنفسهم كانوا من حين لآخر يتمردون على الحكام ويقولون هذا ليس من الإسلام وبالتالي في الحكام أيضاً كانوا خاضعين يخضعون لمبدأ مطالب السكان يعني بصفة عامة من هذا الباب يمكن أن نصل إلى أن الإسلام في بلادنا كان نقياً وصافياً من جميع النواحي في جميع المجالات وخاصة في العمران وخاصة في المساجد في العمارة الدينية المسجدية وخاصة في منطقة الزواوة حيث شكلوا هيكل المسجد وعمارة المسجد بما هو متوفر في النواحي الإسلامية في الحضارة الإسلامية بدءاً من التكفل الاجتماعي إلى تطبيقات الحضارية الأخرى في المجال الاجتماعي وأيضاً إلى الأمور الأخرى التي تجعل الإنسان مرتاحين اجتماعياً في كل مجالات الحديث ولهذا نجد عمران مسجد الزواوة يستجيب لكل متوفر بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول رسول الله اشتركوا في القناة الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثوا اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته في النواحي الإسلامية في الحضارة الإسلامية بدءاً من التكفل الاجتماعي إلى تطبيقات الحضارية الأخرى في المجال الاجتماعي وأيضاً إلى الأمور الأخرى التي تجعل الإنسان مرتاحين اجتماعياً في كل مجالات الحضارية ولهذا نجد عمران مسجد الزواوة يستجيب لكل متطلبات الحياة الاجتماعية الإسلامية الحضارية مثلاً في إعمارة المسجد بمنطقة الزواوة مثلاً وهي النموذج الوحيد الذي نجده في البلاد الإسلامية عامة يتركب من هيكل كبير بداخله أقسام متعددة بدءاً من المحكمة التي هي مكشوفة على العيان وهو ما يسمى بأسقيف وأسقيف أو صبات بالعربية الإسلامية يعني بالمصطلح الحضاري الإسلامي فيه يجتمع الناس ويتدولون على أمورهم أنت أدخلتنا إلى الجانب الاجتماعي علاقتنا عمران بالجانب الاجتماعي هذه البداية ثم المدرسة أو القسم التعليمي للصبيان ثم الصحن والصحن هو المجال أو البطحة المكشوفة على السماء السماوية البطحة السماوية التي تسل فيه الترويح إلى غير ذلك ثم المسجد وهو أعلى ما هو موجود في المسجد حيث يصلون وهنا المدخل يكون مع جدار القبلة مباشرة بطبيعة الحال هذا هيكل عام أول لهذه الربوع الإسلامية ولكن من ناحية الجغرافية وحتى أيضا من الناحية التاريخية نلاحظ بأن الحواضر الكبرى مثل ميلة مثلا حينما جاء بديل عن عقبة رحمة الله عليه وهو أبو المهاجر دينار إلى القيروان كبديل للعقبة لم يرغب في الاستقرار بالقيروان وإنما انتقل إلى ما يسمى إلى ميلة رغم أنه في المصادر الإسلامية لا نجد اسم ميلة وإنما نجد اسم آخر غير بعيد عن ميلة وربما تكون ميلة هي نفسها لأن ميلة بمعنى مدينة التفاح هذا هو معنى ميلة أو مدينة العيون إلى غير ذلك طيب في هذه المدينة أقام أبو المهاجر دينار المسجد الذي هو على شكلة مسجد المسجد النبوي بالمدينة المنورة وأول مسجد أو أول مسجد بمدينة الجزائر بالجزائر الكبيرة وثاني مسجد في المغرب وثالث مسجد في المغرب الإسلامي الكبير بعد مسجد عمر بن العاس بمصر سنة 21 للهجرة ثم مسجد القيروان 50 للهجرة ثم 54 أو 59 حسب الروايات التاريخية يعني دائما النصف الأول من القرن الأول للهجري الذي أقيم ومع ذلك من ناحية التاريخية ثالث مسجد بشمال أفريقيا بالمغرب الكبير ومع ذلك أعتبره أنا شخصيا أقدم مسجد في العالم لماذا؟ لأن بيت الصلاة أو ما يسمى بالمصطلح النبوي ظل بقي على حاله كما تركه أبو المهاجر دينار بالعناصر المعمارية المسيحية لأن قرب المسجد كانت هناك كنيسة وفي المدة الأخيرة اكتشف على جانب المسجد الميدعة لذلك إذا تتبعنا مراحل مراحل العمران المسجدي أو العمارة المسجدية بقيت هذا النمط المنتسب إلى مسجد النبوي وسائدا في شمال أفريقيا ما عدا في منطقة الزواوة الجبلية حيث جمعت الحضارة الإسلامية في عمارة واحدة فلذلك نجد مثلا ثاني بعد مسجد ميرا وبعد رحيل المذهب الشيعي وهو مذهب الفواطم يعني الدولة الفاطمية بعد رحيل هذا أقام السكان بسكرة بتهودة مسجدا ربما مسجدا لماذا؟ لماذا؟ لأن الباب الذي جاء به من مدينة طبنة حينما كانت عاصمة للزاب الكبير بصفة عمل للمنطقة الشرقية بالأوراس إلى غير ذلك وهدمت طبنة إلى غير ذلك فجاء بما بقي من الآثار وهو باب سيد عقبة التذكاري التذكاري بمعنى عودة المذهب السني ورحيل المذهب الشيعي برحيل الفاطميين وهذا المسجد يمكن أن نستشف بمسجد سيد عقبة بتهودة أن نستشف المراحل الأولى للعمارة الإسلامية من خلال ما هو مسجد في المحراب مثلا التاج بذخرفة بسيطة جميلة رائقة جدا وبالعقد الحدوي للمحراب نفسه بمعنى الكلمة العقد الحدوي الموجود في المحراب والنطاق الذي كتبت فيه الآية القرآنية بالخط النسخ البدائي بهذه المنطقة والمواد البنائية المحلية الموجودة وأيضا دعامات المسجد أيضا كانت من النخيل وإن كان الآن حميت بما يسمى بنطاق الحماية حتى لا تهترق جذوع النخل من كثرة الاعتماد عليه وأقول هذا الترميم هذا حسنا حسنا فعل القائمون بهذا المسجد حتى نستشف منه النكهة التاريخية أو الرائحة التاريخية الموجودة بهذا المسجد وأيضا الروافد أو الرافدات أو المجازات التي كانت مغطاة بها بهذا المسجد ورغم أن الضريح الآن في وسط المسجد النظر لاتساع المسجد لأنه في الدين الإسلامي لا يمكن أن يوجد قبر أو ضريح داخل المسجد ولكن نظرا لتطور بناء المسجد مرحلة بعد مرحلة أصبح الضريح داخل المسجد ولكن لست فقيها حتى أبدي رأيي في هذا المجال ولكن دائما الصلاة في رأيي أنا تكون بدون أضريح بقولة لأن النية هي التي سبقت البناء ليس العكس فلذلك المراحل الأولى نجد ربما أترك الكلمة للأستاذ حنفي حتى تتكلم علينا عن الزخارفة الموجودة بهذا المسجد وهي الزخارفة الأولى لأن إبن خردون قدر تاريخ بناء مسجد سيد العقبة بتهودة بولاية بسكرة في حدود القرن الثالث للهجرة إلى القرن الرابع للهجرة وإن كان لم يفسح عن تاريخ بنائه وإنما الإفساح جاء من خلال باب السيد العقبة التذكاري والتذكاري معناها عودة المذهب السني ورحيل المذهب الشيعي وهذه الفترة كانت في نهاية القرن الرابع الهجري يعني حوالي 350-353 أكا حينما رحل الفواطن إلى مصر لماذا؟ لأن هناك مسجد بقلعة بن حمد الذي يعود إلى القرن الرابع الهجري ولكن لا نعرف عنه إلا المئدنة وهي أول مئدنة في المغرب الإسلامي ولا أقول بعد القيروان لأن القيروان نسبة أراد الأغاربة لأن الأغاربة هم الذين بنوا يعني منارة مئدنة عقبة بالنفع بالقيروان دينوهية في القرن الثالث أراد أن يحاولوا أن يستشفوا منها أن يتخيلوا شكل منارة الإسكندرية التي كانت على ثلاثة أقسام هكذا يقال وإن كان المستشرقون أو وإن كان الفنانون الغربيون جعلوا المنارة بقسم واحد ببدن واحد ويعتلها ما يسمى بالحضارة الإسلامية بالجوسق أو نهاية بينما في مئدنة قلعة بن حمد تغير تماما أولا هي السامقة جدا عالية جدا وتحتوي على بدن واحد وعلى الزخرفة هي التي هذه الزخرفة قسمت إلى وحدات إلى مشكوات موزعة في بدن في بدن المئدنة المواجهة لبيت الصلاة وهي التي وهي التي كانت ترجمانا للمآذنة الموجودة في دولة الحمدية ولأن النموذج للمئدنة الموحدية في إشبيليا لخيرالدا هذه لأنها مئدنة موحدية تتشابه لحد ما وهذا يقودني إلى سؤال للدكتورة إلى أي مدى استطاعت أن توجد العمارة الفنون التي في العمارة وفي غيرها أن توجد لنفسها نمطا طرازا مختلفا مقارنة مع تلك الموجودة في المشارك مثلا الحقيقة أنا حبيت نعود إلى فكرة قالها الأستاذ عن أبو مهاجر دينار لأن أبو مهاجر دينار قيل عنه أنه كان إنسانا علم نفس أنه كان يتعرف على المجتمع قبل أن يدخل إلى المدينة فهو تعرف على نفسية أو نوعية المجتمع الجزائر أو المجتمع المغرب الإسلامي فتمكن بسمحته وبطريقة تعامله مع الناس أن ينشر الإسلام في المغرب الأوسط دون أي عناء أكس ما كان مع عقب بن نافع الذي لم يتقبل بل هو مجتمع المغرب ولكن أبو مهاجر دينار كان إنسان متفاهم لأنه مجتمعنا لا يتقبل الآخر أن يتحكم فيه الآخر يعني هو يستقبل للناس بصدرنا رحب يتقبل الشيء الذي يقتنع به الحاجة لم يقتنعش بها ما يعنيه عندما نقرأ المجتمع المغرب الإسلامي فأبو مهاجر دينار رأى هذه الفكرة أو رأى هذه الالتفات من المجتمع هذا فدخل من هذا الباب تقبله الناس بصدر ناحب وهو كان حتى أن المسجد بني على أنقاد كنيسة والظاهر أنه أبو مهاجر دينار لم يكن كانت مجرد محطة ميلا كانت محطة لأن يواصل فتوحاته في المغرب الإسلامي هذا عن العمارة في المغرب نحن الجزائر لأننا نتعلم في المغرب الأوسط كانت عمارة متقشفة نوعا ما عمارة لأننا عندنا المذهب السني تابعي المذهب المالكي المذهب المالكي كان مذهبا متشددا نوعا ما فما تره في المشرق لا تجده في المغرب لأنه ربما لأن نحيط زخاري لا نجد هذه البداخة في الزخرفة وهذه الزخرفة الكبيرة الموجودة في مساجد المشرق لأنه الطرز التي كانت موجودة هي طراز أول المسجد المسجد النبوي النبي عليه الصلاة والسلام كان مسجدا بسيطا كان مسجدا بسيطا مات له أيضا مع الخلفاء الراشدين ثم انتقلت بانتقال العاصمة من جزيرة العربية إلى دمشق بدأ نشأت فن آخر عمارة أخرى بامتزاج العرب مع من كان يسكن دمشق فدهر لأول مرة المسجد الأموي من يدخل إلى المسجد الأموي يعني يعتبر من أجمل المساجد التي بنيت في فضأة الأمويين عندما معاوية قال كيف نحن المسلمون لا يكون عندنا ما يعادل لكنائس والمعابد التي كانت موجودة بالشام فبنى المسجد الأموي بتأثيرات ساسانية وبزنطية يعني هناك إعادة مواد بناء كانت مستعملة في الفترات القديمة ولكن نرى مع العباسيين ابتكارات الإسلامية بدأت في يعني في الفترة الذهبية للعباسيين دهرت مساجد بإبداعات كمان عندما نتحدث عن الملوية نتحدث عن أنواع المآدن التي كانت موجودة وهناك دهر ابتكار آخر بانتقال خلافة المسلمين من الشام إلى بغداد بغداد دهرت دهرت المدينة المدورة يعني الدائرية لها بغداد كان يعني ابتكار إسلامي وهناك أيضا التأثيرات القديمة لأنه مسجد المآذن الملوية هي تأثير لزيقورات التي كانت في الفترات القديمة نحن نحن نجد نهدر على الطراز المغربي أو الطراز ما يعرف بالطراز المغربي الأندلسي نرى بعض التأثيرات المشرقية والتأثيرات القديمة الرومانية والبيزنطية التي كانت موجودة في المغرب الإسلامي ولكن هنا المساجد أو البنايات المدنية الموجودة في الجزائر نقدر نقول الأساتذة أنها محلية إلى حد كبير محلية إلى حد كبير ابتداء من فترات القديمة إلى غاية الفترة العثمانية لأننا نستطيع أن نقول أن هناك عمارة عثمانية أو منزل عثماني بالجزائر هناك عمارة جزائرية في الفترة العثمانية استطعنا أن نجد مدرسة خاصة في الفنون والعمران لأن أنا لا أستاذ معي ولكن في العمارة الإسلامية في المغرب الإسلامي أو في الجزائر هناك عمارة محلية أستاذ سقيفة الأرويق من القوهاش في أماكن أخرى ممكن أنها ممكن أن نربطوها بالعمارة البحر الأبيض المتوسط ولكن الجزائر عندها ميزة خاصة في العمارة هذا اللي أنا يغيضني بالزاف لأن الحاليين المهندسين تعنا ما أولوش للطراز المعماري اللي عندنا يعني تبحرت يعني معدناش نلقاوا هذك البصمة الجزائرية في البنايات تعنا معدتش مع أن الجزائريين أو الجزائر عندها عمارة خاصة بها في كل الفترات التاريخية التي عرفتها الجزائر دكتور تريد أن تعاقب طبعا أنا كنت أود من الأستاذة أن توضح أكثر زخارف القديمة مثلا في مسجد سيدعقبا بتهودة يعني ببسكرة قلت هي أولا الإنسان الجزائري في هذه الفترة القرن الثالث وبداية القرن الرابع للهجرة تقيد بالمنظور الإسلامي المنظور الإسلامي يقول لا تجسيد لا تجسيد لمخلوقات الإله التجسيم لا وجود فلذلك نجد أول نموذج يعني في يعني التجريدي فن التجريدي نجده فقط في مسجد سيدعقبا بتهودة لا توجد عندنا التماثي للأشكال ولكن مثلا تجان المحراب على جانبي المحراب تجان يعني مجرد بمسيطة خطوط وحزوز وكأنها وكأنها تترجم ما هو موجود في البيئة وهي جذوع النخل جريد النخل مثلا هذه الخطوط وحتى أن قبة المحراب قبة المحراب فيها ما يسمى بالشعاعات أيضا تمثل أيضا شعاع الإسلام الذي ظهر بهذه المنطقة يعني هذه الأضلاع المشععة هذه الممتدة على باطن قبة المحرام هي التضليعات موجودة تترجم بزوغ الإسلام في هذه المنطقة والإسلام كما هو معروف صافي نقي وغير مجسم في الجميع المناحي إذن هذا النموذج ولكن الإنسان دائما يتطور تطور أين ظهر تطور ظهر في الحضارة الحمادية بنمسيلا والباحثون الفرنسيون هم الذين بادروا إلى التنقيب إلى إقامة الحفريات لجنيرال دوبيلي في 1910 قام بالحفريات ولكن لم يظهر الشيء الكثير وإنما اكتشف بعض الأمور مثلا اكتشف بعض الزخارف اكتشف بعض المقرنسات وهي ظاهرة تنمو عن تطور الحضارة في بلادنا مع بداية القرن القرن الرابع الهجري وهذه المقرنسات أو ما يسمى بالصواعد والحوابط هي شكل مكعب مستطيل مستطيل نصفه مرشوق بشكل ثلاثي بحيث يمكن أن تجمد قطعة أخرى وهكذا نبدأ يعني تبدأ القطعة الأولى ثم الصفة الثانية القطعتان ثم الصفة الثالية ثلاثة قطعة ثم الصفة الرابعة انفراجي يعني شكل هرمي مقلوم وهذا ما يسمى بالمقرنسات وهو أول عنصر معماري زخرفي ظهراء أو ما يسمى باللغة الفرنسية يعني أرشيتكتونيك جيوميتريك أرشيتكتونيك يعني عمائرية بالعربية الزخرفة العمائرية وهي تدعم تدعم سقف القبة لأنه سقف القبة هناك ما يسمى باللغة الأجنبية دائما كورنيش الإفريز وهي تكون واسطة ما بين السقف والجدار وحتى يتدعم السقف ويسقط على تلك المقرنسات يعني المئدنة كما رأينا أنه وزعت فيها ما يسمى النوافذ الوهمية أو الصماء أو المشكوات وكانت أيضا مزدانة ومغطات بألواح من الخزف الأزرق وهو أول ظهور للزخرفة العمائرية في بدن مئذنة إسلامية وهي موجودة بقلعة ورأينا بأنها النموذج المتبقى منه في مدينة إشبيليا بإسبانيا لخيرلدا والتي بنها الموحدون إذن هناك سبق حضاري للجزائر في هذا المجال مع احتفاظه بنمطية بيت الصلاة وإقامة الأعمدة وهنا الأعمدة دائما تنتهي بالتاج التاج في الجزائر رأيناه في جامعة سيدة رمضان الذي يعود إلى الفترة المرابطية بمعنى بداية القرن الخامس الهجري الأجانب هم الأجانب هم الذين قالوا أن هذا لشابيتو الجروة وهذا خطأ كبير لأنه حصاروا في مدينة الجزائر الجروة في مدينة الجزائر بينما هو تاج جزائري يعود إلى الفترة الحمادية وعلى ذكر الدولة الحمادية نجد عدة أنواع من التجان المزخرفة منها المزينة المحلات بورقة الأقينتال ومنها البسيطة كما في جامعة سيدة رمضان واللي أنه في جامعة سيدة رمضان يعود للعدد الزير وهنا ربما نأتي فيما بعد إلى مدينة الجزائر كثير من الناس يعتقد بأن مدينة الجزائر بنيت في العدد الثماني وهذا خطأ كبير وللحديث البقية ربما الأستاذ إذا كان طيب أنت تدقق دكتور ومعارفك كثير في تفاصيل البناء أنا أردت أن أذهب إلى شيء من التعميم والتجريد والخلفيات لو تحدثنا عن الفنون الموجودة من خلال المعمار والأشياء الأخرى عندما جاء الإسلام وجد أن البيزنطيين كانوا هنا ووجد السكان الأصليين اللي لدينا هم البربر أو الأمازيغ موجودون هنا هؤلاء كان لديهم عمرانهم وفنونهم كيف تتحدث لنا عن العمران في الجزائر بين المزج هذا بين الأمازيغي والإسلامي والبيزنطي القديم وممكن مؤثرة أخرى تتحدث عنها دكتور على كل حال هذا سؤال وجيه جدا جدا وهنا نبين بودنا نبين للمشاهد الكريم بأن لا علاقة بين الإرث البيزنطي والسكان لماذا قطيعة لأن هناك نفور لأن هناك مقاومة لأن هناك ما يسمى بالدوناتية والدوناتية مذهب ديني فيه مزيج لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع وإنما أبقى وأحصر الموضوع في الجانب المعماري لا نجد رغم أن المصادر التاريخية الإسلامية الأولى بدءا من بن حوقال والخرددوبا والاستخري والبكري وغيرهم يصفون مدينة الجزائر بالمزدهرة وبالعيون وبالأسوار وبكذا ولكن لم يذكروا بأنهم انغمسوا في حضارة المسيحيين لم يكنوا متوافقين مع العمران هم ربطوا هذا العمران بالجانب الديني دخلوا الإسلام ولهذا أنشأوا هذه القطيعة مع العمران القديم الذي كان إرث مسيحي هذا صحيح نعم والدليل على هذا ليس لدينا شواهد كبيرة في هذا المجال إلا باب سيد عقبة باب سيد عقبة أحد الباحثين الفرنسيين وهو مارسي جورج مارسي المتخصص والذي بدأ في دراسة الآطار الإسلامية بالجزائر يقول أن باب سيد عقبة هو نسخة مطابقة لما هو موجود في الزخرفة بمسجد القيروان وحينما عدت أنا لأقابل لأقابل هذه النسخة المطابقة وجدت هناك فرقا شاسعا لا علاقة بين ما هو موجود في باب سيد عقبة والزخرفة الموجودة على خشب وعلى ثقف مسجد سيد عقبة بالقيروان وإنما الذي وجدته لو ندهم مثلا وسأترك الكريمة للأستاذة عائشة لندهم مثلا إلى صدراتها في عهد الدولة الرسلمية نجد هناك عناصر لا أقول متطابقة مية في المية ولكن هناك أيضا تطابق حتى بعض العناصر الزخرفية المتطابقة فيما بينها كالعجلة المستديرة أو ما يسمى بوردة الرياح وأيضا والمثلتات المتطابقة أيضا وهي موزعة في كل تقريبا مدينة الجزائر وما زالت إلى العهد العثماني موجودة هذه المسننات موجودة أيضا في صدراتها بولاية ورقلة وأيضا هناك ما يسمى بالنجوم الدائرية أو الأطباق النجمية الدائرية وهي ليست بالأطباق النجمية التي ظهرت في المغرب حتى أن بعض أقسام جامعة الدول العربية وجدت فيها الأطباق النجمية قلت هذا نموذج مغربي وكيف وصل إلى جامعة الدول العربية وطبعا تعجب الأستاذ قتلوا هذا من شاءه يعني الملاد المغربية يعني هناك روافد متصلة ومتبادلة طيب لكن هذا التجريد كان قديما قبل ظهور الإسلام بالمنطقة لأن الزخرفة الموجودة بمدينة صدراتها سواء في الحناية الركنية أو في بعض الأعمدة أو في اتجان بعض الأعمدة أيضا كلها مجردة وغير مشخصة وغير مجسمة لا طبيعيا وإنما هندسيا فلذلك ربما أترك الكلمة للأستدعيشة حتى توضح أكثر هذه الزخرفة نجدها نباتية ولكنها مجردة فقط دكتورة لا تتوي هنا في التفاصيل فقط أنا أردت أن أعرف الدكتور يتحدث عن تفنيده لأفكار وردت عند مستعمر جميل أن يكون البحثون الجزائريون بهذا الشخصية وهذا القدرة العلمية مدى بدأت الدراسات الفرنسية على الأخص في البحث في أثارنا هي الدراسات الفرنسية حسب ما قرأنا بدأت مع دخول الفرنسيين إلى الجزائر لأن كل الحفريات إنما نقول معظم يعني معظم الحفريات قام بها العساكر الفرنسيين لغاية في نفس يعقوب ربما لأن والدليل على ذلك أنه أعطوا الأهمية لكل ما هو روماني حتى يبرر وجودهم بالجزائر لأن يقول أجدادنا الرومان كانوا هنا فلن الحق في أن نكون في هذا البلد لأن كل هذه الحفريات والدليل على ذلك هذه المدن القائمة بذاتها تيب بازا تيمغاد لومباز جميلة إلى آخره كلها مدن كانت في الفترة الرومانية هذه المدن جاءت من خلال الحفريات التي قام بها هؤلاء الفرنسيين ولم يعطوا لي المواقع الأثرية التي تعود إلى الفترة الإسلامية مكانا والدليل على ذلك حتى أنه كتاب جزال الأطلس جزال الذي قام بوضع خرائط لكل المواقع الأثرية الموجودة في الجزائر ولكن التي تعود إلى الفترة القديمة فقط ولم يعطي للمواقع الأثرية التي تعود إلى الفترة الإسلامية مكانا في أطلسه وحتى المواقع الأثرية التي تعود إلى الفترات القديمة بدأنا حاليا مع طلاب بعد تكوين وزملائنا في تخصص الآثال القديمة هناك أخطاء كثيرة في الإحداثيات التي قدمها جزال في أطلسه ونحن في صدد تصحيح هذه الإحداثيات والدليل على ذلك أنه مثلا زملائنا في حفري التهودة ببسكرا هناك الكثير من الشيء قاموا بتصحيحها من خلال نحن لا نستطيع ننفي الكتاب هذا تعزال الذي يعتبر انطلاق لنا في البحث ولكن من خلال المسح الأثري الذي نقوم به مع الطلبة في الميدان هناك تصحيحات كثيرة لهذا الكتاب هل أخطاء أخطاء علمية أم أخطاء مبنية على خلفية كما قلت في نفسي عقوب الخلفيات موجودة لأنه عسكري بدأ يقوم بحفريات أو بأبحث في منطقة مستعمرة وكأنني أنا لا أدري مشي من الجانب أغسيزم وله ولكن نشوف أنهم وكأنهم يبحثون عن شيء يريدون أن يبررون به ما يفعلونه ولكن عندما نقرأ الكتب عندما أدرس مقياس المصادر التاريخية المصادر قراءة الآثار من خلال المصادر التاريخية لأن أنا كأثرية أنطرق من المصدر التاريخي لأصل إلى القطعة الأثرية فأنا دائما أقول للطلباء يجب أن نقرأ بين السطور مثلا كل ما كتب أو معظم الكتب التي كتبت عن الجزائر في الفترة العثمانية هي كتب لرحالة أجانب فمن غير المعقول أن معظم هذه الكتبات لم تكن موضوعية في وصفها للجزائر جميل عندما أرى أو العديد من الكتاب الأجانب الذين كتبوا عن الجزائر في الفترة العثمانية أنا أرى أنهم لم يكنوا منصفين للجزائر في هذه الفترة لأنه وصفهم يعني عن الإنصاف لم يكن حتى من التاريخ من سيدي عقبة لأن أنا أقول أنه لن يكتب التاريخ إلا بأنامي الأبنائه لأنه ممكن أنا لا أتحدث عن الداتية ولكن عن الموضوعية هناك أخطاء كين أخطاء في التاريخ هذا مفروغ منه ولكن عندما يكتب الآخر عنك ليس كما تعيش أنت أنا أعتمد على المصدر لأنه المصدر عايش الفترة ولا أعتمد على المرجع ممكن أني عندما لا أجد المصدر أعود إلى المرجع المرجع الذي كتب عن العنعانة ولكن المصدر عايش الفترة فهذا ما أقول أنه عندما تحدث الأستاذ عن البيزنطيين البيزنطيين معظم الآثار التي بقيت عن الفترة البيزنطية هي آثار عسكرية لأن البيزنطيين هنا نجد حصون قلاع إلى بقايا حصون وقلاع يعني العمارة العسكرية أكثر نادرا ما نجد عن وإن لا ما أقول غير موجود بيوت أو بناءات لمدنية للفترة البيزنطية إحنا مثلا تاني حتى في الفترة الإسلامية لأنه تعرف إحنا الطلبة يعني يتخوفون كثيرا من دراسة الجزائر في الفترة من الفتح الإسلامي إلى غاية القرن الثالث عشر فهذه الفترة ليس هناك أدلة منموسة تساعدنا على كتابة هذا التاريخ لأن الحفريات ليس موجودة هناك عندما تظل المتحف الجزائرية قليلة هي البقايا الأثرية للصناعات وحيرف الجزائرية في فترة إسلامية معينة طيب بالنسبة لكم الآن أنتم بديل مهم في الحفريات وفي البحوث هل هناك مدرسة جزائرية في هذا البحوث عن الآثار بدأت تتشكل تتوضح طبعا طبعا بدأت هناك الآن حاليا الجزائر تعتبر من المدن العربية التي تقوم بحفريتها يعني أنا رئيسة حفرية هناك يعني الشباب لهم الحق أن يقوم بالبحث في الميدان نشوف مصر يعني ما تلقاش مصري هو رئيس مشروع تلقاه أجنبي إما فرنسية إما إنجليزية ولكن احنا حاليا الجزائريين حاليا بدأت نقول جزأرة الحفر أو البحث عن تاريخ الجزائري من خلال الآثار وحاليا احنا افتحنا في معهد الآثار هناك تقريبا أكثر من عشرين حفرية على كل التراب الجزائري سواء في الصحراء الغرب الوسط والشمال والشرق كلها مناطق فيها حفريات يقوم بها أساتداء وطلاب من معهد الآثار حاليا أنا مأني في تخصص الآثار الإسلامية يعني شجعني أستاذ محمد المصطفى في لاح أن أفتح حفرية بمنطقة زموري البحري اللي كانت معروفة في المصادر التاريخية بمرص الدجاج وهي مدينة مهمة جدا والحفر أو التنقيب يعني يعطينا أن المصادر كانت محقة أنها تقول أنها مدينة ثارية مدينة كانت زراعية مدينة تجارية برا وبحرا أخرجتهم هذه المدينة من تحت الأرض وهذا بدنا لأول مرة نلقى مخطط لبيت جزائري في الفترة الإسلامية يعني أول مرة لم نجد في الكتب الأجنبية مخططات لبيوت جزائرية في الفترة الواسطة وصلتم إلى نتائج جماعية يعني الحفرية فتية جدا لأنه بدناها في 2018 وللأسف الشديد مع الجائحة كورونا لم نستطع أن نشتغل في 2021 ولكن في 2022 إن شاء الله بإذن الله سنواصل العمل لأنه أعطتنا أعطتنا كنت مخطط كما قال أستاذ كان يهدر على تبليطات يعني كانت تقنيات صناعة أو تقنيات بناء راقية جدا ممكن أنها تعود إلى الفترة الموحدية القرن السادس أو قبل الفترة هذه لأن بقايا الخزف تأخذنا إلى بداية القرن الخامس لهجاء الفترة المرابطية يعني كل هذا يبين أننا يجب علينا كجزائريين أن نبدأ في البحث عن الآثار الإسلامية حتى نظهر أو نبرز كتابة أو يعني مساهمة الجزائريين في بناء الحضارة الإسلامية طيب وأنت إختصاصك أيضا حول الألبسة حول الأواني حول المجهرة تحدثيني عن هذا الجانب الذي لا نتحدث عنه كثيرا جانب مهم جدا لأنه أنا بدأت عندما بدأت البحث استلهمني أني أرى أن رجل جزائري كيف كان يلبس كيف كان أنيقا جدا كيف كان أنيقا لأنه كانت عنده لكل مقام كل مقام فكان الجزائري صح أنيق جدا كان عنده لباس فخم ولباس جميل جدا وكان زعم عنده لباس السوق وحده لباس قاعد في البيت وحده لباس يروح يضيف وحده إلى آخره فهذا دليل على أنه الجزائري كان عنده ذوق ذوق ومن خلال الحلي أيضا كل هذه الصناعات وهذه الحرف جعلتني أدرس المجتمع الجزائري يعني الجانب الاقتصادي للجزائر اللي كانت في فترات معينة كانت عندها اقتصاد قوي جدا والدليل على ذلك هذه اللباس هذه النوعية اللباس المرأة كانت تلبس يعني عندها لباس متعدد ما عندهاش تتخدم الشغل عندها لباس تقعد في الأخر تدير البرود عندها لباس خاص تروح للحفلات للحمام تروح للسوق كل هذا يدل على أنه كان عندنا مجتمع عنده رقي مجتمع كان عنده تطور اقتصادي معين فكل هذه الحاجات تخلينا نكتب عن المجتمع الجزائري في فترات مختلفة في الفترة الإسلامية أو في الفترة العثمانية فدراساتي لهذه سواء الحلي أو الألبسة أو حتى الزرابي لأن الزرابية الجزائرية كانت تصدر إلى الخارج في الفترة العثمانية كانت تضاهي الزرابية الفارسية للأسف الشديد لماذا نحن لا نعيد إحياء هذا التراث حتى نظهر أهمية الجزائريين في بناء الحضارة الإنسانية بمعنى أن هناك كانت زرابي جزائرية بإتقان كبير إتقان جميل جدا تعرف زرابية القرقور تضاهي الزرابية الآن هناك زرابية قلعة بني راشد في غريزان كانت تصدر إلى الخارج زربية جميلة جدا بألوانها وبزخارفها كان فيها التأثير الأندلسي العثماني والمحلي فأعطانا قطعة زربية لوحة جميلة جدا يعني نشوفوا التأثير الأندلسي من الغرب عندنا تأثير العثماني لأنه كانت في الفترة العثمانية وعندنا التراث المحلي تعنا فأعطانا قطعة تعرف أننا الجزائريين عندنا مزج بين كل هذه الحضارات وما كان موجودا أعطانا طراث خاص بنا جدا يعني طراث خاص بنا للأسف الشديد تعرف أننا تغير بالزاف لأنه لا نعطي لهذه الأشياء أهمية كثيرة لأنها أرى أنها مرآة الهوية الجزائرية أنه كان عندنا حضارة ولازلنا يجب أن نعطي لهذا التراث أهمية حتى نرون بهنب لكنا في يوم ما قطعة من هذه الحضارة الإنسانية أو الحضارة الإسلامية الدكتورة عيشة حلفي والدكتور محمد طيب عقاب أنتم فيض كبير من المعلومات وإذا ترككم الإنسان ستضيعون في التفاصيل دقيقة ودقيقة جدا صراحة شكرا لك دكتورة شكرا لك على الحضور وعلى الفائدة سعيدة دائما نكون معك صح أنت دائما تلبينا الدعوة وتقدمنا الفائدة وشكرا لدكتور محمد طيب عقاب على الحضور الحضور للبتميز صراحة شكرا لك ونلتقي الإثنين ونلتقي جماعتكم من معه الأثار والفائدة التي يقدموها كلما سنحت الفرصة وأنتم مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعة نلتقي بعد أسبوع إن شاء الله إلى اللقاء موسيقى